ازايكم يا حالونا عاملين ايه رب تكونوا بخير ودائما في احسن حالي فيديو جديد وهنعمل كده مع بعض حالة حالة وسريعة تهلة جدا من مكوناتها كلها في البن بصوحنا هنا في البداية كده هنجيد كوبايتين ونص من الديق وهنخلهم كويس جدا تنسوش كده تصالوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل لي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتنزلوا تحطوا لايك كده لايك حالة زيكم ولسه بيشوفني الاول مرة وماشتركش في القناة يشتري ويفعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد ونزلوا يوصلوا اشعار بي تمام كده منخلنا كوبايتين ونص من الديق هنحط كده رشة من الملح زرة ملح بسيطة وهنحط هنستعمل كيس من اللي كيكشيف تمام اول بيكين باونر يعني المتوفر عندك هننخلهم برضو كده احنا مش عايزين اي تكتلات في العجين تمام هحط برضو ربع كوباية من الكاكاو الخام الكاكاو الخام ده غير محلة كاكاو أزماني غير محلة تمام اهو بالتاكل انتو شايفينه ده هنخلط المكونات الجافة دي كلها مع بعض وهسيبها بقى ايه على جنب وتعالوا مع بعض نعمل الخليط الاساسي اللي احنا ايه هنعمل بيه الوصف تمام كده هسيب لكو برضو اه المكونات والمقاذير في صندوق الوصف او في اول تعليق مسبت هتلاقوه هجيب كده الخلاط بتاعي احنا النهاردة هنستعمل الخلاط مش المضرب الكهربائي خالص وهنكمل باية الوصفة بالمضرب اليه ده وعايزي تمام للا ما عندهاش مضرب كهربائي اه هنا انا استعملت كوباية من الزيت وكوباية من الحليب هحط منها يعني هحطها بس هسيب شوية فيها تمام اهو بالشكل ده واطبعا المعيار الكوباية اللي تعايري بها هي الي اتعايري بالوصفة كلها وهنanıضفت نقطتين كده من البانيليا السائلة وهن؛ ضيف السكر كوب hypothetical السكر دي اللي كوباية المعيارية هي 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 الى الرك واللام واضيف معلقة من الكاكاوه الخامل لو و غير محلآ برضو تمام يعني احنا ضيفنا برضو ككاوه غير محل planner خلاط الجاف وكمان في الخليط دوت سنضيف معلقة اخلطهم كواس جدا في الخلاط و الى غاية ما تتقل معي تمام انا ضفت هنا هو نص الخليط بالزبط وحطه بقى في التلاجة وعلى الخليط النص الثاني هضيف باقي اللبن و هضيف عدد 3 بيضات بالزبط على نص الخليط الثاني مع باقي اللبن تمام سهلة وبسيطة جدا هتعملي سوق كبير ب3 بيضات بس او بالجاتلي ده كده وحط برضو فانيليا علشان حاطين بيرد ونخلطهم بقى كويس قوي في الخلاط ونجيب الخليط اللي احنا خلطناه في الخلاط ده هنحطه على الخليط الجاف بتاعنا تمام او بالشكل ده و هنستعمل مضرب اليدوي عادي خالص نزلي بقى حطي لايك للفيديو كده ما تنسيش قبل ما تنسي شايفاك ما حطتهوش لسه حطي كده لايك للفيديو لو عجبك ولو بلسه بتشوفيني لأول مرة اشتركي في القناة حالا يلا وفعلي زر الجرس عشان يوصلك لأي فيديو جديد بنزله او كده الخلاص الخليط كان جاهز معينا هيجيب بقى السوق بتاعي و هدهنه دهنة حلوة كده و هديف الخليط فيه طبعا كنت مساخنا الفرن هنا على درجة حرورة 180 في الرف الاوسط ستها بالضبط 3 ساعة و اختبرتها بخلة هوريكو باردو ازاي خلاص كده بهمت كده بضرب خبطتين كده علشان اطلع اي فراغات هوا في السوق داخل الكيك يعني بس هسابها بعد 3 ساعة في الفرن و هاجبها لكم تشوفوها ازاي كان معي بقى باقي الحاجة هنا كان معي شوكولاتة دي شوكولاتة خام هابشر منها شوية كده علشان احطها من فوق الكيك او بالشكل ده كده خلاص عملت حبة ستها تلعت طبعا نايب الفرن اختبرتها كده طلعت نضيفة الخلة فكده يبقى استوت تمام اه هعمل كده اخرون كده هوت في استوت كله جميع الجوانب كده هعملها بالشكل ده طبعا هي ديت معي هتجيب بقى السوس ده اللي احنا عملناه واسبنا نصده في الاول هحطه من فوق الويس بالشكل ده كده تعميلها في سنة صويرة اه تقدري تعميل نص الكمية مش الكمية كلها على حسب طبعا الرغبة بتاعتك وعايز اقول لك كمان لو عملتها فصانية بنفس المعيور ده هتطلع معاك مرتفعة اكتر من السوق كيكة السوق معروفة ان هي بتبقى اه في الحجم ده او في السوق كده يعني ما بتبقاش مرتفعة اوله بس في نفس الوقت بتبقى هشة برضو حلوة وطلعة زي الفل بس كده وهنا هجيب الشوكولت اللي احنا بشرناه هحطه من فوق الويس انا حطيت كده منه شوية ولقيت يعني انه هو مش كفاية فاضفت كمان شوكولت تاني اه شوكولت شبس هوريه لكم ان انا ضفته برضو من فوق الويس قبل ما اقطعها او ده للتزيين حسب الرغبة ممكن متحطيهش خالص تمام او كده بالشكل ده ودي كانت الكامعية بالزبطة كندها يعني الطعم اكيدنه جاتوب بالزبط من بره بتكليم اه هنا هاسلم بقى كده انا اصلا كنت عاملية ده علشان نجاح ابني وكده اه بس طبعا يعني بقى لي فترة فما نزلتش الفيديو لسه مسجل لكم عليه صوت دلوقتي بس فاوزعت الأطباء كده او هاوزع عليها او بالشكل ده كده حبيت كده اشارك الفيديو معاكو علشان طبعا انتو حبايبي بخوايتي ومتابعين الغالين اه حبيت اقولوك كده على الوصفة الجميلة دي انتو تعملوها في البيت اه بطريقة سهلة جدا وبسيطة هتعجبكو وان احنا نشجع بعض كمان ان احنا نعمل كل حاجة في البيت ما نشتريش اي حاجة من بره الحاجة دلوقتي غالية وكده فكل حاجة طبعا نعملها في البيت بنضافة وكمان نوفر بس كده وده كان فيديو النهاردة ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب القناة وتشجعيني كده علشان ان انا اكمل ونزل لكم سلسلة فيديوهات تانية اه وربنا يا رب ينجح كل الولاد وينجح اولادكو يا رب ويبارك فيهم بحبكم جدا هكتب لكم المقدير في صندوق الوصف او هتلاقوه في اول تعليق مسبت اشوفكم في رعاية اللي فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وصف اشتركوا في القناة يجليد مع السلامة آمين ترجمة نانسي قنقر